السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي حياكم الله حديثنا في هذه الحلقة رح يكون عن كنز موجود ورخيص جدا وهذه هي الحلقة رقم 135 من سلسلة الفيديوهات الموجودة في القناة وحديثنا عن هذا المنجم والكنز الغذائي اللي زي ما قلت موجود ومتوفر ورخيص الثمن لكنه غني بالمواد المفيدة جدا لجسمنا هذا هو الفجن وعندنا سؤال هل يصلح لمريض السكري أم لا وهذه الحلقة رح أجيب عن هذا السؤال فقط وأذكر المكونات والمواد اللي موجودة فيه أما فوائده فرح تكون إن شاء الله في فيديو آخر اسمحوا لي أن أشكر جميع أفراد عائلتنا اللي انضموا للقناة وأشكر أيضا كل من سينضم بإذن الله وأشكر أيضا الفريق العاملين معي اللي بترجموا واللي بيجيبوا بحث الصور والمونتاج والتصوير وهلما جرى طبعا معكم أخيكم الدكتور علي القاسم للي بيشاهدني أول مرة وإذا حبيت اتعرف علي أكثر ففيديو التعريف عني موجود في صندوق الوصف وفي أول تعليم اسمحوا لي أشارك معكم قصة وخاصة الإخوة والأخوات اللي بيخافوا من أكل البيض أكل اللحوم أكل الأسماك وبيقولوا عشان الكوليسترول والطبيب اللي قال فلاني قال كوليسترول ما أعرف الأخوة والأخوات اللي شاهدوني قبل هيك ذكرت أنا في فيديوهات كثيرة أني أأكل البيض كل يوم وإذا توفر البيض البلدي بيكون أفضل كل يوم لحمة الضأن أنا بأكلها مرة بالأسبوع السمك مرة بالأسبوع أو مرتين الدجاج كل ما توفر مرتين ممكن أو أكثر يعني بأكل اللحوم على مدار الأسبوع والبيض هذا شرط إلا لما أكون مثلا مشجوعان فبعدين ما بأكلش وإذا بدي أكل بروتيني كثير فبخفف من البيض بدلا ما أكل أربع بيضات بأكل ثلاث كنت في العاصمة كولا لنبو كان عندي مؤتمر وعندي دورة فكنت في كولا لنبو قبل يومين يعني ولسا أمبارح الراجع فصار في خلل في التليفون الموبايل تبعي قلت أروح أصلحه وأثناء التصليح طلعت أتمشى في جنب المحل لقيت في صيدلية كبيرة وجديدة واثنين أخوها دول فاتحين الصيدلية واحد طبيب وواحد صيدلي في نفس المكان فلقيت اليافطة مكتوب عليها فحص الكوليسترون فوري فحص الـ HB1C اللي هو التراكمي قلت خلينا أشوف من زمان ما فحصش كوليسترون ولا فحصت الأمور هاي خليني أشوف دخلت مرحبا مرحبا قل لا لو بدي هيك هيك قال على طول يلا تعال فحصنا الكوليسترون وفحصت برضو التراكمي لأني من زمان ما فحصت التراكمي ومن زمان برضو يعني بجوز هاي المرة الثالثة اللي أفحص فيها الكوليسترون فقلت ممكن أني أكون أنا مخطئ والمعلومات هاي اللي بنحكيها للناس تكون خطأ فما في يعني إذا كانت خطأ يعني بنعتذر للناس وبنقولهم يا عم إحنا خطأنا سامحونا وإذا كانت صحيحة لا بنقول للناس ما تخفوش منها دقائق فحص الكوليسترون تقريبا سبع ثمان دقائق استنى على الماكنة لما تعمل فطلعت النتيجة شو النتيجة قايها أمامكم شو النتيجة يعني بقولكم إلي خمس سنين على هالموال ما بأكلش نشويات لكن أأكل كل شيء ثاني بخفف النشويات وقاطع السكر نهائي النشويات يعني لما بقول نشويات اللي هي النشويات اللي بأخذها أنا من القضار ما بأكل لا خبز ولا رز ولا مع كورونا ولا هاي الأمور كلها فأشوفوا النتيجة بعينكم يعني شوفوا النتيجة للكوليسترول معدل الكامل عندي أربعة وستة بالعشرة هذا صيد لي كتب لي جود وعباها بأس لما حكيت مع أخوه قال لي لا هذا أبتمال هذا القمة يعني طالما إنه ما بين الأربعة والخمسة أنت ما عندك أي خوف إذا زاد عن الخمسة بيبدأ فيها ها شوية مشاكل وإذا نقص عن الثلاثة ونص بيصير فيها مشاكل إذا كان ما بين الستة للثمانية خمس سنوات توقع إنه يصير عندك لا سمح الله جلطة وإذا صار أعلى من الثمانية سنتين ونص رح يصير جلطة فهي النتيجة أمامك يعني هاي تاريخها ثمانية ستة يعني قبل يومين أو ثلاث أيام هاي نتيجة الكوليسترول عندي طيب شو بالنسبة لنتيجة السكر التراكمي هاي ستة ثمانية بالعشرة شايفين وحتى الصيدلي بيقول لي لو كان ستة ونص معناته أكتمل يعني معناه ممتاز لو كان ستة ونص فعندك عالي شوية حاول تنزل الى ستة ونص قلت له لو إجاني سبعة ونص كمان أنا مش سائل أنا عندي البنكرياس في خلل فلو إجاني حتى سبعة ونص ما رحق له وبدأت أحكي له وشرح له وقيل له وحق له قال أنت دارستك قلت له لا مش دارستك أنا تخصه شي شيء ثاني بس بسبب كده وحكيت له القصة فإخواني اللي بيسألوني بيخافوا وأنا بقولكم أنتوا شايفين اللي فوقي هاي مكتوبة فوق رأسي مكتوب نورمل بالأخضر شايفين لغاية السبعة ما في مشكلة فما يخافوكوش الأطبة أنا بقول لك لو طلع عندي سبعة القياس تراقمي سبعة سبعة ونص مش سائل ليه لأنه هذا البوردر لاين هذا الحد يعني يدير بالك والتوصيات للمنظمات العالمية كلها الحديثة طبعا بتقول لك كن حذر أنا ما بقول لك يرتفع لا 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 إذا كان تحت السبعة بيكون ممتاز وأفضل لا ترفعوا للسبعة وإذا وصل للسبعة فإقطع النشويات والسكر برجع عادي وما في أي مشكلة هذه نصيحتي لكم قبل ما تتجهوا للأدوية وهذا حبيت أشاركها معكم بس لكن ما تخلي أن السكر يرتفع أعلى من سبعة وتقول الدكتور عني قال كذا حاول قدر المستطاع دائما التراقمي يكون تحت السبعة كيف تعرف أن التراقمي رح يكون تحت السبعة افحص كل يوم افحص على الأقل مرة كل يوم وشوف القراءات عندك فإذا كانت مثلا 115 120 135 لغاية 145 خلينا نقول هذا تحت السبعة كله تحت السبعة فالتراقمي رح يكون هيل لأن المعدل عندك تمام التمام على مدار الأيام شو رح يغيره ما بتغير فحافظ على نسبة السكر اليومي تلقائيا بينزل التراقمي والفيديوهات موجودة زي ما قلت في 135 فيديو ادخل القناة وغلب نفسك شوي بتلاقي طلبك إن شاء الله موجود نعود لموضوع الفجن هذا أحد خضار الكرومبية من فصيلة الملفوف والقرنبيض وأهل المجرة وأحد الخضار الكرومبية واللي بدي يتعرف على فوائد خضار الكرومبية موجودة في فيديو الخضار الكرومبية اللي موجود في القناة طبعا أشكاله ألوان في منه الأبيض في منه نص أبيض ونص أحمر في منه الطويل في منه المدور يعني أشكال كثيرة لكن خصائصه تقريبا كلها واحدة وفي نوع مشهور جدا في جنوب شرق آسيا اللي هو الأبيض الأحمر مش متوفري كثير لكن موجود لكن مش متوفري كثير الأبيض أكثر واستهلاكه أكثر وهيك بنشتري بالحبة الحبة هاي مغلفة وزنها تقريبا أربعمائة اغرام هاي تقريبا دولار وفوائدها زي ما قلت زي باقي الأنواع لكن هيك بنشتريها احنا لأنه متوفر أكثر من الأحمر وأنا أيضا بزرعه اللي هي البراعب وباكل منه تقريبا بشكل يومي على الصلاطات والأمور هاي للإجابة على السؤال هل يصلح لمريض السكري بالطبع يصلح لمريض السكري ليش ما يصلح لمريض السكري بالتأكيد ما فيه عليه خلاف ولا جدال طبعا له أثر كبير في تخفيض السكر وتخفيض الإنسولين ومقاومة الإنسولين والأمور هاي ليه فيه مادتين واحدة اسمها جلوكو سينوليت والثانية اسمها إيزوثيو سيانيت مادتين هذول موجودات في الفجر بالإضافة للمواد الأخرى راح أذكرها هذول بيحفزوا إنتاج هرمون عنا اسمه أدبتونيكتين هرمون هذا شغلته يخفف السكر معدلات السكر ويساعدنا في حل مشكلة مقاومة الإنسولين فبنصح بتناول الفجل باستمرار إذا بتقدر تأكله كل يوم كله إذا بتقدر يعني إذا بتحبه ما بتقدر كله مرتين ثلاثة في الأسبوع ما فيه مشكلة مؤشر الجليسيمي طبعا من ثمانتاعش لثلاثين منخفض جدا ما فيش فيه منه أي مشكلة سعرات حرارية خمس طاعش شو سعرات خمس طاعش شو خمس طاعش أربعة وتسعين بالمئة منه ماء كربوهايدرات أربعة غرام أربعة غرام كربوهايدرات في كل مئة غرام من الفجل منهم ألياف واحد ونص والسكر اثنين وفيه نص غرام نشا اللي هو الستاش هذا موجود فيه بروتين واحد غرام أحماض عضوية ركز لي عليها هاي أحماض عضوية اللي نادر ما نجدها في كل أنواع الفضروات هي موجودة تقريبا في معلم الفضروات وأنزيمات ومضادات أكسدا وفيتامينات ومعادن واحد غرام في كل مئة غرام نشوفش المعادن اللي موجودة فيه فيه طبعا كل المعادن اللي بيحتاجها جسمها البوتاسيوم الفوسفور المغنيزيوم الكالسيوم الحديد الصوديوم المنغنيز الزينك النحاس السيلينيوم وغني جدا بمراكبات الكبريت مليان مليان مراكبات كبريت وبرضو فيه عنصر الفلورين أو الفلورايد بكمية ممتازة نشوفش الفيتامينات اللي موجودة فيه فيه تقريبا معظم الفيتامينات فيتامين A كثير B1 B2 B3 B5 B6 عالي كثير فيه الفوليت برضو B9 وفيه فيتامين C وبيتامين E وبيتامين K وفيه نسبة ممتازة من الكولين وطبعا فيه مواد شبيهة جدا بمواد الجنسي هذا اللي بيبيعوه بأسعار خيالية وأسعار عالية بناء على وين موجود ووين بنباع فأسعره غالي بس هذا فيه مواد مثله مثل الجنسي قريبة جدا من المواد اللي موجودة في الجنسي هذا البديل عنا العرب للجنسي اللي مش متوفر عنا إلا إذا كان متوفر طبعا وطبعا الفوائد كلها من الفجل راح أذكرها في الفيديو القادم إن شاء الله خمسة وعشرين فائدة صحية للفجل إخواني وأخواتي ياريت تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو وإذا استفدتوا فزكاة العلم نشره إذا تعلمت شيء جديد أنشر الفيديو مع كل شخص يهمك أمره واللي لسه ما انضم للقناة ياريت تشجع وتنضم للعائلة بإذن الله ما راح تندم أنتم لاحظين أنه يعني راح يكون في هذا القناة فيديو عن كل شيء يأكل تقريبا وما تنسى التابع الحلقات القادمة حلقات كثيرة إن شاء الله راح نحاول المستحيل أنه نرفع كل يومين فيديو بإذن الله والفيديو القادم راح يكون إن شاء الله عن خمسة وعشرين فائدة صحية للفجل أشكركم جميعا على الحضور والمشاهدة بارك الله فيكم تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة